اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة رح نعمل اعلان لمركز تربوي تعليمي وليكن باسم افتراضي مركز القلم التربوي في البداية كالعادة رح نغير حجم الشريحة من تصميم وطبعا اعداد الصفحة رح نغير الحجم الى 16 في 9 ومن ثم موافق رح نتخلص من التكست اريا ومن ثم رح ندرج الصورة الرئيسية نختار هذه الصورة طبعا رح نخليها بهذه المنطقة ورح نكبرها بهذا الحجم ممتاز ممكن تنزل الى الاسفل وطبعا من اقتصاص رح نقتص الصورة نخليها بهذا الجزء ومن ثم اوكي بهذا المقدار ايضا اقتصاص وطبعا رح تكون بهذا الشكل الان نجي الى ادراج وراح نضيف الشكل المثلث وطبعا رح يكون ارتفاعة بنفس ارتفاع الصورة طبعا ممكن هنا نتحكم بارتفاع الشكل المثلث طبعا ممكن يكون بهذا الشكل ممكن اكثر ممتاز الان من تنسيق تعبئة الشكل نختار ابيض ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ادراج شكل مستطيل وطبعا رح نختار شكل ابيض ومن تنسيق تعبئة شكل ابيض مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي الان رح نجي الى ادراج ايضا وطبعا نختار الشكل المثلث وايضا رح نختار الشكل المربع رح نرسمهم معا بان واحد بهذه الطريقة جاي طبعا ممكن الشكل المربع يصغر بهذا الشكل الان رح نحدد الشكلين ومن تنسيق تعبئة الشكل رح نختار هذا اللون الازرق مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي جاي ممكن طبعا نتحكم بعرض المثلث يعني كبير وممكن انزيد من عرض المربع نحدد الشكلين المربع والمثلث وكليك ايمن تجميع وطبعا رح نكبر الشكل يكون بهذه الطريقة بهذا البكان طبعا ممكن يعني يرجع الى اليمين الان من ادراج اشكال ورح نختار شكل المثلث القاعم الزاوية هذا شكل المثلث رح نرسم شكل مثلث وطبعا رح نقلبه بحيث يكون بهذه الزاوية ورح نخليه بهذه المنطقة الان رح نضيف لون اطوخ من هذا اللون ولكن قبل كل شي بلا مخطط تفصيلي واللون طبعا ما رح نحصل اللون اللي احنا نشوفه مناسب ممكن نختار هذا اللون ونجي الى مزيد من الوان التعبئة وطبعا نخلي اللون الى الاسفل بهذا الشكل ومن ثم موافق او ممكن نزيد قليلا ومن ثم موافق جاي الان رح نرفع شكل المثلث بهذا الشكل طبعا ممكن شويه نقلل من الارتفاع الان رح نوازن السهم المثلث وهذا الشكل بحيث يخرج من الجزء العلوي من الصورة بهذا الشكل طبعا ممكن نحدد الجزئين وتجميع نجمعهن وطبعا ممكن نصغرهن بهذا الشكل ونحرص انه الركن المثلث يكون بركن الصورة ممتاز الان رح نضيف العبارات ممكن نضيف هنا مركز القلم كونترول اي طبعا نختار فونت ممكن الجزيرة بولد نكبر الحجم وطبعا نخلي بهذه المنطقة وراح يكون لون الناس ابيض ممكن نصغر الحجم نستنسخ الناس لدورات التقوية وطبعا نختار فونت اقل بولد اقل سمك وطبعا رح يصعد بهذا الشكل ونصغر الحجم جيد الان رح نضيف نبذة مختصرة طبعا هذه النبذة المختصرة رح ترفق يعني ياما انتو تختارون النبذة اللي انتو شوفوها مناسبة طبعا هذه هي النبذة اللي رح تضاف نصغر الحجم وطبعا رح يكون لون ابيض ممكن نختار فونت اللي هو اللايت وطبعا ممكن نختار حجم اقل وطبعا نقلل من الكتلة بهذا الشكل جيد الان رح نضيف بهذه المنطقة اسماء الاساتذة من ادراج اشكال وراح نضيف دائرة بهذا الشكل وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل صورة رح نضيف الاساتذة بهذه المنطقة مثلا هنا رح نضيف هذه الصورة وطبعا هذه الصورة ايضا من تعبئة الشكل صورة نختار هذا الاستاذ استنسخ الصورتين بهذا الطريقة ممكن طبعا تصعد الى الاعلى ونضيف الصورة الثالثة ايضا من تنسيق تعبئة الشكل صورة وطبعا هنا نختار هذا الشكل وايضا الصورة الرابعة ممتاز الان رح نضيف الناس طبعا ممكن ناخذ هذا الناس او ممكن هذا الناس ونضيف لون اسود وطبعا نصغر الناس وممكن ان يكون bold نكتب هنا الاستاذة مها محمد فلاح مثلا صغر الناس بهذا الشكل ممكن ان تكون 14 وطبعا هنا طبعا ممكن الاستاذة تكون بالاعلى ويكون طبعا توسيط وممكن هنا الاستاذة تكون خط عادي مو bold light يكون اجمل وممكن الناس يكون باللون الازرق الغامق هذا يكون جميل فممكن ايضا الصورتين اللي بالاسفل ننزلهن احنا هنا الاستاذ فهد حمود باسم ممكن نحدد مربعين الناس ونستنسخم بالكونترول الاستاذ احمد بهاء النجم الاستاذ عبدالله كمال جيد الان اكملنا الجزء الخاص بالاساتذة الان راح نضيف بعض التأثيرات البسيطة يعني ممكن نضيف هذه الصورة او هذا التأثير بهذا الشكل بهذه الطريقة وطبع راح نخلي بهذه المنطقة ومن تنسيق تعبئة الشكل نختار اللون الازرق مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وطبع راح نستنسخ هذا الشكل راح ندوره وايضا راح نخلي بهذا الركن من ناحية الجمالية الان ممكن نضيف الشعار الخاص ممكن بما انه شعار ما عدنا وراح نصنع شعار بسيط ممكن راح نضيف قلب بهذا الشكل اللي هو يرمز لكل شيء طبعا من تنسيق تعبئة الشكل ممكن يكون أصفر وممكن يكون أبيض مخطط تفصيلي ممكن نختار هذا الجزء المخطط وممكن نختار بلا مخطط تفصيلي طبعا ممكن يكبر ممكن نعتبره هذا كشعار أكملنا هذا التصميم تصميم بسيط وأنيق في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى